بناتي أبنائي مرحبا بكم نلتق اليوم مع تطبيقات حول الدروس التالية الاسم النكرة والمعرف بأل أو بالإضافة إن وأخواتها كتابة لاسماء الموصولة لكن قبل ذلك لا بأس من التذكير بقواعد الدروس السابقة بالنسبة لدرس الصرف والتحويل الاسم النكرة والمعرف بأل أو بالإضافة قلنا أن النكرة اسم يدل على شيء غير محدد كقولنا مثلا شجرة فهذا اسم النكرة لا يدل على شجرة محددة والمعرفة اسم يدل على شيء معين ومعروف كقولنا مثلا الغابة فهذا اسم معرف بأل كما يعرف الاسم بالإضافة كقولنا مثلا زهرة الأقحوان فزهرة اسم نكرة لكن أصبح معرفا حينما أضفنا إليه كلمة الأقحوان أما بالنسبة لدرس التراكيب إن وأخواتها قلنا إن وأخواتها نواسخ حرفية تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها وقلنا أن النواسخ الحرفية هي إن أن كأن لكن لعل ليت كمثال إن الغابة مفيدة أما بالنسبة لدرس الإملاء والمتعلق بكتابة الأسماء الموصولة فقلنا تكتب الأسماء الموصولة الذي التي الذين بلا من واحدة مشددة لكثرة الاستعمال وتكتب الذين بلا مين والذين بلا من واحدة للتفريق بين التثنية والجمع وتكتب الأسماء الموصولة اللتاني اللواتي اللاتي اللائي بلا مين اثنين والآن بعدما تعرفنا على قواعد الدروس الثلاثة ننتقل إلى التطبيق أقرأ النص وأضبط ما كتب بلون مغاير بالشكل التام لنقرأ النص سرت في الغابة وكان للهواء عطر من رائحة الأوراق والأزهار يصل إلى أنفي وبدأت أتنقل من ضاحية يغمرها القمر إلى أخرى تتراقص فوقها الظلال ستشكلون ما كتب بالأحمر فعل في نفسي فعل السحر فلم أشعر بمرور الوقت ولا بطول المسافة ستشكلون ما كتب باللون الأحمر الآن أمام صخرة كبيرة تفجرت فيها عين ماء صاف ستشكلون كذلك ما كتب بلون المغاير مذاب رويت عطشي ثم جلست على جانب الصخرة أقلب عيني وأتمتع بالخضرة التي تكس المكان والآن بعدما قرأنا النص نجيب عن سؤال الفهم ماذا صادف الكاتب عندما توغل في الغابة؟ السؤال الثالث أقترح عنوانا مناسبا للنص السؤال الرابع أصل الكلمة بمرادفها يغمر هل تعني؟ يكبر يملأ يسير الكلمة الثانية تكسو هل تعني؟ تغطي تنمو تسقي السؤال الخامس أصل بخط لدينا على اليسار مجموعة من الأسماء وعلى اليمين أنواعها سنحدد أين هو الاسم النكرة وأين هو الاسم المعرف بأل وأين هو الاسم المعرف بالإضافة من بين الأسماء التي لدينا على اليسار وهي الغابة الغابة رائحة الأزهار أنفي ضاحية عطر عين ماء المكان السؤال السادس أضع في ترسيمة مناسبة ما يأتي كأنه باللور السؤال السابع أستخرج ما في النص من أسماء موصولة وأبين سبب كتابتها على ذلك النحو السؤال الثامن أحول الذي أظلم إلى المثنى والجمع بنوعيه أي إلى المثنى المذكر والمثنى المؤنث ثم إلى الجمع المذكر والجمع المؤنث والآن مع التصحيح بالنسبة للسؤال الأول أضبط ما كتب بلون مغاير بالشكل التام الجملة الأولى لعل الليل الذي أظلم الجملة الثانية إنني واقف الجملة الثالثة كأنه باللور السؤال الثاني ماذا صادف الكاتب عندما توغل في الغابة؟ الجواب عندما توغل الكاتب في الغابة صادف صخرة كبيرة تفجرت فيها عين ماء صاف السؤال الثالث أقترح عنوانا مناسبا للنص؟ بالنسبة للجواب فكل عنوان يرتبط بموضوع النص فهو مناسب نقترح مثلا في الغابة الجميلة ما أجمل الغابة؟ رحلة للغابة وغيرها من العنوين التي ترونها مناسبة أما بالنسبة للسؤال الرابع والمتعلق بالشرح فكلمة يغمر تعني يملأ وكلمة تكسو تعني تغطي بالنسبة للسؤال الخامس أصل بخط كلمة الغابة اسم معرف بأل كلمة رائحة الأزهار اسم معرف بالإضافة كلمة أنفي اسم معرف بالإضافة كلمة ضاحية اسم نكرة كلمة عطر اسم نكرة كلمة عين ماء اسم معرف بالإضافة كلمة المكان اسم معرف بأل السؤال السادس أضع في ترسمة مناسبة ما يأتي كأنه باللور الجواب كأن ناسخ حرفي الهاء اسمه باللور خبره السؤال السابع أستخرج ما في النص من أسماء موصولة وأبين سبب كتابتها على ذلك النحو الإسم الأول الذي كتب بلا من واحدة مشددة لكثرة الاستعمال الإسم الموصول 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 الموالي التي كتب كذلك بلا من واحدة مشددة لكثرة الاستعمال السؤال الثامن أحول الذي أظلم إلى المثنى والجمع بنوعيه بالنسبة للمثنى المذكر نقول اللذان أظلما المثنى المؤنث اللتان أظلمتا الجمع المذكر الذين أظلموا الجمع المؤنث اللواتي أو اللاتي أو اللائي أظلمنا إذن أبنائي بناتي هذا كل ما يخص تطبيقات المتعلقة بالإسم النكرة والمعرف بالأو بالإضافة إن وأخواتها وكتابة الأسماء الموصولة شكرا لكم على المتابعة